السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبنات العزاء طلاب وطلبات التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم مع مادة اللوة العربية للصف الثاني الثانوي أبناء العزاء لقد بدأنا دروس القراءة هذا العام وأخذنا درس وهو هل لديك هدف في الحياة وعرفنا أن كل إنسان لديه هدف وكل إنسان يسعى لتحقيق هدفه وكل إنسان يضع الخطط التي تساعده على تحقيق هذا الهدف أما درسنا اليوم أبنائي فهو يتناول شكل آخر وقيمة أخرى من القيم الموجودة في المجتمع وهو كيف أن الإنسان يعمل وبهذا العمل يستطيع أن يحقق أهدافه وبهذا العمل يستطيع أن يحقق كل طموحاته وأماله في الحياة لماذا يحتاج الإنسان إلى العمل؟ العمل أبنائي هو أساس تقدم الأمة فكل أمة تتقدم هذه الأمة أمة عاملة وقد حست جميع الأديان على العمل وقد وضح الكاتب اليوم أن التقدم الذي يحدث فيه كثير من دول العالم بسبب العمل وهذا العمل الذي يغني الإنسان ويحقق للإنسان طموحاته وأهدافه واحتياجاته اليومية من مأكل ومشرب وملبس وهذا العمل الذي حست عليه كل الأديان وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قيمة العمل وأهمية الشخص العامل كل ذلك سوف نراه في درسنا اليوم وهو قيمة العمل قيمة العمل وأبنائي أحد الدروس التي تتناول بيان أهمية العمل وحاجة الإنسان إلى العمل وكذلك يبين لنا أنواع العمل التي تكون في الحياة وموقف الأديان وكيف أن الدين حس على العمل من خلال أحاديث فعلية وكيف أن العمل يرفع مكانة الفرد في المجتمع وأن العمل يجعل الإنسان زو قيمة ومكانة ومنزلة عظيمة في المجتمع تعالوا معنا يا ابنائي نتناول درسنا اليوم من خلال فقرات على هذا الدرس ونوضح هذه الفقرات بأسئلة ونبين الكلمات الموجودة بها يقول الكاتب يحتاج الإنسان إلى العمل النافع المسمر من أجل أن يحافظ على بقائه وكذلك من أجل تحقيق طموحاته وآماله وقد بذل الإنسان جهدا كبيرا منذ القدم من أجل الحصول على المأكل والمشرب والملبس والمسكن فلو نظرنا يا ابنائي إلى هذه الفقرة لو وجدنا أن هناك كلمات نريد أن نوضح معناها مثال ذلك كلمة بقائه كلمة بقائه أي استمراره وكلمة طموحاته أي تطلعاته ومفرد كلمة طموحات طموح وكلمة آماله مفردها أمله أي رجاؤه لو نظرنا يا ابنائي لهذه الفقرة لوضعنا لها عنوانا بمعنى حاجة الإنسان إلى العمل حاجة الإنسان إلى العمل لأبنائي هي عنوان لهذه الفقرة لأنها تبين سبب احتياج الإنسان إلى العمل فلو أردنا أبنائي كما هو موضح أن نضع سؤالا على هذه الفقرة لكون الإنسان يحتاج إلى العمل فلماذا أو لماذا يحتاج الإنسان إلى العمل أو بيّن سبب احتياج الإنسان إلى العمل هذه الإجابة يا ابنائي وجدت في آخر الفقرة عندما بيّن الكاتب أن الإنسان يعمل ويبزل الجهد منذ القدم من أجل الحصول على المأكل والمشرب والملبة والمسكن ومن أجل تحقيق التطلعات والطموحات ومن أجل البقاء فهذه هي الأسباب التي تجعل الإنسان يحتاج إلى العمل فلو أردنا الإجابة لقلنا يحتاج الإنسان إلى العمل ليحافظ على بقائه بالحصول على المأكل والمشرب وتحقيق طموحاته ننتقل أبنائي إلى فقرة أخرى في الدرس وقد يكون العمل فكريا أو عضليا ويحتاج العمل الفكري إلى طاقة ذهنية ويظهر لك في الإدارة والقيادة والتنظيم والاختراع ويتطلب العمل العضلي بزل طاقة عضلية مثل عمل الفلاح والعامل والصانع في المصنع فهذه الأنواع أبني هي أنواع العمل فلو أردنا أن نبين هذه الفقرة من خلال وضع عنوانا لا لقلنا أنواع العمل ففي هذه الفقرة بيّن الكاتب أن العمل نوعان عمل فكري وعمل عضلي فالعمل الفكري هو العمل الذي يحتاج إلى طاقة ذهنية ويظهر هذا النوع في الإدارة والقيادة والتنظيم والاختراع أما العمل العضلي أبني فهو الذي يتطلب بزل طاقة عضلية ويظهر ذلك في الأعمال اليدوية مثل عمل الفلاح والعامل والصانع إلى آخرهم من الأعمال التي تحتاج إلى بزل طاقة عضلية فلو أردنا يا ابنائي نضع سؤالا لهذه الفقرة لقلنا العمل نوعان ما هما أو اذكر نوعي العمل فلو أردنا الإجابة يا ابنائي على هذا السؤال لقلنا العمل نوعان هما العمل الفكري وهو العمل الذي يحتاج إلى طاقة ذهنية مثل الإدارة لو طلب منك التمثيل لكل نوع من الأنواع لقلت مثل الإدارة والقيادة والتنظيم والاختراع وكذلك العمل العضلي وهذا النوع يحتاج إلى طاقة عضلية كالفلاح والعامل والصانع وغيرهم ننتقل يا ابنائي إلى الفقرة الثالثة التي تبين موقف الدين من العمل وقد حس الدين على العمل لأن العمل لون من ألوان العبادة ورسالة العمل هي عمران الأرض فالله يبارك اليد التي تعمل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له لو نظرنا يا ابنائي لهذه الفقرة لو وجدنا أنها تبين لنا أن الدين الإسلامي حس على أداء أو على العمل وليس الدين الإسلامي فقط أبنائي فكل الأديان تحس على العمل لأن العمل لون من ألوان العبادة ولأن العمل هو رسالة لتأدية عمران وتعمير الأرض والله عز وجل يبارك في اليد التي تعمل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات كالا وكلمة كالا أبنائي أي متعبا من عمل يده بات مغفورا له فلو نظرنا يا ابنائي إلى هذه الجملة أو إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى العمل من خلال بيان أهمية أن يأتي الإنسان إلى بيته بعد أن يعمل يومه ويكون متعبا وهذا الإنسان أو هذا الرجل يبات وينام وقد غفر الله له زنوبه فمن بات كالا أي متعبا من عمل يده بات مغفورا له حديث يدعو إلى العمل بطريق غير مباشر فلو أردنا يا ابنائي أن نوضح هذه الفقرة من خلال بعض من الأسئلة لقلنا ما موقف الدين من العمل هنا نريد أن نبين موقف الدين من العمل فعند الإجابة نقول شجع الدين العمل لأنه عمران الأرض ولون من ألوان العبادة ويجعل الإنسان قيمة والله يبارك اليد التي تعمل وتذكر له الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له هذا هو إجابة السؤال الذي طلب به توضيح موقف الدين من العمل كذلك أيضا أبنائي لو وضع سؤال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جزاء من بات كالا من عمل يده ولماذا نقول جزاء من بات كالا أي متعبا من عمل يده يبات مغفورا له لماذا لأنه قضى يومه في عبادة الله حيث أن العمل عبادة الفقرة وابع أبنائي في هذا الدرس والعمل هو خط الدفاع الذي يحمي المرء من مكاره اليأس والقلق وهو الينبوع الذي يفيد على النفس مشاعر الفوز والكسب وهكذا نرى أن شخصية الإنسان تتجلى في العمل لأنه يستخدم فيه أسمى مواهب فيسيطر على الطبيعة ويستسمرها لمصلحة لو نظرنا أبنائي لتكملة الفقرة والحقيقة أن العمل سواء كان فكريا أو عضليا يحفظ كرامة الإنسان وينمي شخصيته ويقوم سلوكه ويرفع مستواه الخلقي ويزيد إحساسه بالتضامن مع الجماعة ويشعره بجدارته في أن يعيش ولا شيء أكثر ضررا على الإنسان وأدعى إلى انتشار المفاسد ورزائل من الحياة في بطالة وكسل هذه الفقرة أبنائي تبين لنا فائدة العمل وقيمة العمل حيث أنها جعلت العمل خط الدفاع الذي يحمي الإنسان من القلق واليأس وهو الأساس الذي يجعل الإنسان الفوز والكسب وأن شخصية الإنسان تظهر في عمله حيث يستخدم مواهبه ويستثمرها لمصلحة وأن العمل سواء كان فكريا أو عضليا يحفظ كرامة الإنسان وينمي شخصية الإنسان ويقوم سلوكه ويرفع من مستواه الخلقي ويزيد إحساسه بالتضامن أي التعاون مع الجماعة ويشعره بإحقيته في أن يعيش فلو الإنسان لا يعمل لأصبح انتشار المفاسد ورزائل في الحياة بسبب البطالة والكسل أكثر ضررا على الإنسان لو أردنا يا ابنائي لتوضيح بعض المفردات على هذه الفقرة لقلنا كلمة الينبوع الينبوع أبنائي بمعنى المصدر وجمعها ينابيع وكلمة يفيد المراد بها يمد ويزيد وكلمة التضامن بمعنى التعاون وكلمة جدارة أي استحقاق يعطي أي يمنح هذه الكلمات وتكملتها تتجلى بمعنى تظهر وتتضح يقوم بمعنى يعدل والمضاد يفسد تقويم الشيء أي عدله ومضادها إفساده أغزائل بمعنى الأفعال القبيحة والمفرد أغزائل متفانيا بازلا قصار جهده تباينت أي اختلفت والطليعة أي المقدمة وجمع كلمة الطليعة الطلائع لو أردنا أن نبين الفقر من خلال أبناء بعض الأسئلة فلو قلنا أن العمل هو خط الدفاع الذي يحمي الإنسان من اليأس والقلق وضح ذلك لقلنا لأن العمل يجعل النفس تحسب الفوز وكسب الحياة وهو يظهر شخصية الإنسان ولأنه يستخدم فيه مواهبه ليحفظ كرامته وينمي شخصيته ويقوم سلوكه ويرفع مستواه الخلقي ويزيد من إحساسه بالتضامن مع الجماعة يشعر بجدارتي أنه يعيش ولأن البطالة والكسل تساعد على انتشار المفاسد والرزائل والعمل الجد أبنائي يجعل للإنسان قيمة ويحميه من الإنحراف في المجتمع لو انتقلنا أبنائي إلى الفقرة الخامسة في هذا الدرس لقلنا الواجب على الإنسان عند اختيار العمل ما الذي يجب على الإنسان أن يفعله عندما يختار عمله نوضح ما يقوله الكاتب لذا يجب على الإنسان أن يحسن اختيار العمل الذي يلائم ميله واستعداداته حتى يشعر بالمتعة في أثناء قيامه بالعمل وحتى يكون أكثر قدرة على الإنتاج وأكثر احتراما لمهنته ومن العيب والخطر أن يتضلع الإنسان بتحقيق رايات لا سبيل إلى تحقيقها لأن الفشل قد يقضي على الثقة بالنفس وعلى النشاط أيضا ومن واجبه أيضا أن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص ونزاهة واجتهاد وإتقاد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه في هذه الفقرة ابنائي أراد الكاتب أن يبين لنا الواجب على الإنسان عندما يختار العمل أي ما الذي يجب على الإنسان عندما يختار عمله يجب علي أن يحسن الاختيار بحيث يكون هذا العمل ملائما لميوله واستعداداته لكي يشعر بالمتعة في أداء هذا العمل فعندما يحسن الفرد اختيار العمل الذي يكون ملائما لإحتياجاته وملائما لميوله واستعداداته يشعر بأنه يؤدي عملا يحبه وحتى يكون أقصر كدرة على الإنتاج فلو أنك قمت بأداء عمل هذا العمل يوافق ميولك واستعداداتك فإنك بذلك سوف تقوم بتحقيق الإنتاج وسوف تقوم بأداء هذا العمل على أكمل وجه وأفضل الأعمال أبنائي هي الأعمال التي تكون ملائمة لميول الفرد وقدراته واستعداداته أما إذا تطلع الإنسان للأداء وقيام بعمل هذا العمل لا يتوافق مع ميوله وقدراته واستعداداته فسوف يصل به الأمر إلى الفشل لأنه بذلك يؤدي عملا لا يقبل أو لا يغرب فيه فبينتج عن ذلك فشل زريع أما إذا أدى الإنسان عمله بإخلاص وأمانة عمل يوافق ميوله وقدراته فهو يحقق النجاح العظيم مثال لتأكيد هذا الأمر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فإتقان العمل يكون نابعا من حب الشخص لعمله من أداء عمل يوافق قدراته وميوله واستعداداته لو انتقلنا لمناقشة هذه الفقرة ابنائي من خلال مجموعة من الأسئلة لقلنا متى يشعر الإنسان بالمتعة في العمل يشعر الإنسان بالمتعة في العمل عندما يجد العمل الذي يناسب ميوله واستعداده سؤال آخر ابنائي لما يجب على الإنسان اختيار العمل يجب على الإنسان أن يختار عمله لكي يشعر بالمتعة والسعادة ويكون أكثر قدرة على الإنتاج وأكثر احتراما لمهنته سؤال آخر ابنائي ما ضرر التطلع إلى غايات مستحيلة نعم ابنائي عندما يتطلع الإنسان إلى تحقيق غاية مستحيلة أو إلى خوض عمل ليس به قبول وليس هذا العمل يوافق ميول الشخص واستعداداته فالضرر من ذلك أبنائي هو الفشل والفشل هذا يقضي على ثقة الإنسان بنفسه ونشاطه هذا هو ابنائي الواجب على الإنسان عند اختيار العمل ننتقل إلى فقرة أخرى ابنائي يقول الكاتب وسيظل العمل أقوى دعائم النهضة في الأمة كما أنه سيظل أكثر أكبر قيمة في الحياة والعصر الحديث عصر العمل ولكنه العمل الذي يوجه هذا العمل العلم الحديث أي أن الذي يوجه هذا العمل هو العلم الحديث ويسدد خطاه على التطبيق العملي الناجح ثم أنه العمل الذي تحفز طاقة الإيمان بما لها من قوة دافعة وحماسة متقدة ورعاية تهديه إلى أقوى مسبيل وأشرف غاية لو نظرنا أبنائي لو وجدنا أن في هذه الفقرة كلمات يصعب عليك تفسير معناها مثل كلمة تحفز أي تدفع وتنشطه وتنشطه متقدة أي مشتعلة والحماسة متقدة أي حماسة شديدة تزيد الإنسان من أداء العمل الذي يعمله فقرة أخرى أبنائي وليس هناك عمل يزري بالإنسان ما دام شريفا وفيه نفع لصاحبه ولمجتمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن عملا من الأعمال ما دام شريفا أي أن العمل الشريف الذي يؤديه الإنسان والإنسان الذي يعمل هذا العمل لا يقلل من شأن صاحبه ما دام هذا العمل عمل شريف ولذلك أبنائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن عملا من الأعمال ما دام شريفا فالجندي الذي يسهر على أمن الوطن ومستعد إلى أن يضحي بروحه والمعلم الذي يعلم النشأ ويغرس فيهم مكارم الأخلاقي لو نظرنا يا ابنائي لهذه الجزئية لبيانت لنا أن العمل ما دام عمل شريف فهو لا يقلل من شأن صاحبه مثال ذلك الجندي الذي يسهر على أمن الوطن والمعلم الذي يعلم النشأ تكملة للأمثل أبنائي والطبيب الذي يقوم على العناية بالمرضى وعلاجهم والعامل في مصنعه والفلاح في حقله كل هؤلاء رجال يعملون عمل شريف هذا العمل لا يقلل ولا يزري ويحقر من شأن هؤلاء الناس لذلك ينجزون في هذا العمل حتى الذين يقومون بتنظيف الشوارع وجمع القمامة والإفادة منها إنما هم يؤدون عملا شريفا أي حتى عامل النظافة فهو يؤدي عمل شريف هذا العمل ما دام شريفا فلا يقلل من شأن صاحبه فأولاء الذين يقومون بأعمال النظافة يبزلون الجهد من أجل الحياة الجميلة والشوارع والميادين الأنيقة والنظيفة فكل عمل يؤدي إلى العناية والاهتمام من صاحبه ويكون عمل شريف هذا العمل لا يقلل من شأن صاحبه بل يجعل له مكانة عظيمة وهذا هو معنى العمل الشريف أي العمل الذي لا يقلل من شاء صاحبه ننتقل أبنائي إلى الفقرة السامنة نوضح فيها أثر العمل في حياة صاحبه مدام مدام ويكسبه الإحترام والتقدير من الجميع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أرى الرجل فيعجبني أي عندما أنظر إلى الرجل يعجبني هيئته فإن قيل لي أن هذا الرجل لا عمل له سقط من عيني فبحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيّن لنا أن مكانة الإنسان واحترام الإنسان يكون في أنه إنسان عامل فكم من رجل عظيم كان ملء السمع والبصر ولم يصل إلى مكانته السمية والسبب ذلك أنه لا يعمل زو شأن عظيم زو مكانة عظيمة ولكن هذا الرجل لا يعمل نقول أن هذا الرجل لم يصل إلى المكان السمية التي أراد له والدها والد أن يصل إليها فكم رجل عظيم حقق هذا الأمر وهذا الهدف لنظرنا أبنائي أيضا إلى تكملة هذه الفقرة ومنزلته المرموقة إلا لأنه كان ينهض مبكرا قبل أن يستيقظ الطير وقبل أن تطلع الشمس حريصا على أداء الواجب متفانيا في عمله فسار إلى المجد بخطوات سريعة وثابتة واحتل ما كانت القمة بين أترابه هذه أبنائي هي أكمالة الفقرة السابقة التي تبين لنا أثر العمل في حياة صاحبه ما دام الإنسان يسعى إلى العمل ما دام الإنسان ينهض مبكرا قبل أن يستيقظ الطير ما دام الإنسان يتطلع إلى العمل قبل طلوع الشمس حريص على أداة الواجب متفاني في أداة هذا الأمر محققا المجد والعظمة والشرف لذلك هذا الشخص احتل مكانة القمة بين أترابه أي بين أصحابه فهنا أبناي لو أردنا أن نسأل مجموعة من الأسئلة على هذه الفقرة لقلنا إني أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لي لا عمل له سقط من عين من قائل المقولة واشرح هذه المقولة أولا قائل المقولة يا أبناي هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث بيّن كم من رجل عظيم الجسد قوي البنيان تراه عظيما لكن عندما تدرك أنه لا يعمل وأنه محبا للكسل والراحة ومحبا لسؤال الناس والتسول تستحقره ويسقط من نظرك سؤال آخر أبناي ما الذي جعل الرجل العظيم الذي يملأ السمع والبصر يصل إلى مكانه سامية الذي يجعل أبناء الرجل العظيم يصل إلى هذه المكانة العظيمة هو نهوضه المبكك قبل أن يستيقظ الطيور وقبل أن تطلع الشمس حريصا على أداء واجبه متفانيا في عمله فيحقق المجد بخطوات سريعة سابتة ويحتل القمة بين أصحابه وأصدقائه فهنا أبناء هذه هي الأمور التي تجعل الرجل العظيم يصل إلى مكانة عظيمة سامية سؤال آخر يا أبناء ليس هناك عمل يزري بالإنسان شريفا اشرح العبارة السابقة معللا أي ليس هناك عمل يقلل من شأن الإنسان ما دام هذا العمل عمل شريف نقول أبناء ليس هناك عمل يقلل من شأن الإنسان ما دام أنه يعمل عملا شريفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن عملا من الأعمال ما دام شريفا أي لا تحتقر عمل من الأعمال ما دام هذا العمل يكون شريفا ونضرب له أمثلة على ذلك الجند الذي يسهر لأمن الوطن ويضحي بروحه وكذلك المعلم الذي يعلم النشأ ويغرس مكارم الأخلاق فيهم والطبيب الذي يقوم على العناية بالمرضى وعلاجهم والعامل في مصنعه والفلاح في حقليه كلهم شرفاء وكذلك عامل النظافة أيضا عملهم شريف فهؤلاء الناس هم أمثلة التي لو أردنا أن نوضحها لقولنا أن هذه هي أمثلة تبين لنا أن العمل لا يقلل منشان صاحبي ما دام هذا العمل عمل شريف ننتقل بعد ذلك يا ابنائي إلى فقرة أخرى من فقرات الدرس وهي تناقش عمل المرأة وكيف أن عمل المرأة يؤثر وله تأثير في الحياة المرأة أبنائي عمل المرأة الحقيقي هو بيتها أي أن المرأة عندما تؤدي ما طلبه الله منها وما طلبه منها رسوله صلى الله عليه وسلم من أداء العمل في البيت من رعاية الأولاد ورعاية الزوج وتوفير احتياجاتهم فهي تعمل عمل المرأة أبنائي لابد أن يتفق مع قدراتها لأنه إذا اتفق مع قدراتها يحقق لها ما يتهدف إليه ومتطلباتها لذلك سنتناول عمل المرأة تفصيلاً وكيف أن عمل المرأة في بيتها أو إذا رادت أن تخرج للعمل سوف يحقق لها ما تريد ولكن شرط أساسي أن لا يقلل عملها من شأنها ومن عملها الأصلي وهو في بيتها ننتقل يا ابنائي إلى عمل المرأة وعمل المرأة في البيت فضلاً على أنه يتفق وطبيعتها فأنه يحقق لها وللوطن جيلاً صالحاً يحتل بين الشعوب مكانة ممتازة وراقية والمرأة التي تحسن العمل في المنزل تبرهن على جدارتها لما يناط بها يناط أبنائي لما يكلف أو يكلف بها من آمال وأحلام أي أن عمل المرأة في البيت يتفق طبيعتها لأنها تنشئ جيلاً صالحاً يحتل هذا الجيل الشعوب ويحقق هذا العمل المكانة بين الشعوب ويجعل العمل مرأة التي تبرهن بهذا العمل الذي تحسنه في منزلها على أنها تحقق آمالها وأحلامها فلا بد كل إنسان رجلاً كان أم امرأة صبياً كان أم شاباً أن يتقن عمله حيث قال تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً لو نظرنا يا ابنائي لهذه الآية التي تحس الإنسان على إتقان العمل إتقان العمل أبنائي كما بيّنه رب العزة تبارك وتعالى يحس عليه أيضاً الكاتب على كل إنسان رجلاً كان أو امرأة صبياً كان أم شاباً كبيراً شاباً فيجب عليه أن يتقن عمله والذين يتواكلون ولا يعدون عملاً يجب أن يعلموا أن السماء لا تمطر زهباً ولا فضة فلو نظرنا لهذا الأمر ابنائي لو وجدنا أن هناك المتوكل والمتواكل وسوف نقوم بمعرفة الاثنين في الفقرة التالية ولكن قبل أن ندخل للتفرقة بين التوكل على الله والتواكل أي التكاسل تعالوا معنا لنضع سؤالاً على هذه الفقرة ونقوم بالإجابة عليه ما رأيك في امرأة فضلت أن تعمل في بيتها أي امرأة فضلت أن تعمل في بيتها ماذا تقول فيها أو ما رأيك فيها أرى أنها من أعظم الأعمال فهو يتفق وطبيعة المرأة ويحقق لها وللوطن جيلاً صالحاً أي أبناء صالحين يحتل مكانة ممتازة وراقية بين الشعوب والمرأة التي تعمل في المنزل تبرهن على جدارتها لما يسند إلى من أعمال وأحلام لكي تسعى لتحقيقها شرطاً إتقان هذا العمل لا بد أن تتقن هذا العمل ولا بد أن يتفق هذا العمل مع طبيعتها لكي تخرج لنا جيلاً صالحاً يرفع من شأن الشعوب والأوطان ننتقل بعد ذلك أبناء للتفرقة بين التوكل على الله والتكاسل ومعرفة ومعرفة الفرق بين التوكل والتواكل والتوكل على الله أمر واجب ولكن التواكل والتكاسل شيء آخر فالتوكل على الله أمر واجب وأما الذين يتكاسلون ويهدرون واقترم أباء لا يحققون أدفهم ولا يصلون إلى النجاح بل تراهم يلقون فشليم على الحظ وهم واهمون فالعمل هو الذي يحقق الحظ السعيد ويتيح الفرص ويؤدي النجاح والمجد فكل إنسان منا سوف يحاسب على صحته ووقته فيما أنفقهما أي أن كل إنسان سوف يحاسب يوم القيامة على صحته ماذا فعل بها ووقته ماذا عمل به وفي أي شيء ضيع أو أنفق هذا الوقت تعالوا أبنائنا لنضع مجموعة من الأسئلة على ذي الفقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل السؤال الأبناء ما الفرق بين المتوكلون والمتواكلون والمتكاسلون السؤال الآخر أبنائي إشرح الحديث الشريف لو أردنا أن نضع الإجابة أبنائي لقلنا المتوكلون هم الذين يأخذون بالأسباب يعملون ويجدون ويعتمدون على الله ويتركون النتيجة على الله وهنا التوكل على الله واجب أي أن الإنسان عندما يعمل ويترك نتيجة عمله على الله فهو إنسان متوكل أما المتواكل هم الذين لا يؤدون عملا أي لا يعملون ولا يأخذون بالأسباب ويعتمدون على الله فيجب أن يعلموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة أي أن التوكل هو العمل والأخذ بالأسباب وترك النتيجة على الله أما التوكل فهو عدم العمل وعدم الأخذ بالأسباب وترك النتيجة على الله فأنت لا تعمل وتنتظر النتيجة وأنت تعمل وتنتظر النتيجة كلهما يوضح أن التوكل هو أداء وانتظار النتيجة أما تواكل عدم أداء وانتظار النتيجة فهؤلاء هم المتكاسلون المتواكلون المتواكلون الذين يجب أن نخبرهم أن السماء لا تمتر زهبا ولا فضة ويجب عليهم أن يذهبوا لأداء الأعمال لكي يحققوا ما يريدون أما التكاسل أبناء فهم الذين يهدرون أوقاتهم أي يضيعون أوقاتهم في أي شيء يضيعون أوقاتهم هباء لا يحققون أهدافهم فالوقت لديهم ولكنهم لا يحققون أهدافهم ولا يصلون إلى النجاح بل تراهم يعلقون دائما فشلهم على الحظ أو على الآخرين هؤلاء هم المتكاسلون الذين يضيعون أوقاتهم وإذا عملوا وفشلوا يلحقون العمل الفشل الذي حدث في هذا العمل على الآخرين وعلى الحظ فهؤلاء هم المتكاسلون الذين لا يسعون لتحقيق النجاح ولا يسعون لتحقيق الهدف لأن لديهم كما نقول شماعة يعلقون عليها أخطائهم وعيوبهم المتكاسلون أبنائهم الذين يهدغون وقتهم هباء لا يحققون هدفهم ولا يصلون إلى النجاح بل تراهم يعلقون فشلهم على الحظ وهم واهمون لو أردنا يا ابنائي أن نشرح هذا الحديث لقلنا أن في هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحسن عمله ويجوده رجلا كان أو امرأة صبيا كان أم شابا فإن الله لا يضيع عملهم المتقن الجيد وهذا هو معنى كلمة التوكل على الله الحقيقي فهو واجب على كل عامل أن يتقن عمله ومن يعمل ذلك هم المتوكلون أما عكس ذلك فهم المتواكلون الذين يعتبر صنف آخر فهو لا يعمل ولكنه ينتظر الله عز وجل أن يحقق له هدفه فيسبب له هذا الأمر الفشل ويسبب له هذا الأمر كثير من الإحباط في الحياة لأنه اعتماده كله على الله دون أن يعمل ليحقق ما يريد فقرة أخرى ابنائي في هذا الدرس نبين فيها أن العمل مقياس لتقدم الأمم العمل وأبنائي الذي يبنى على العلم والتجربة النوضجة والإخلاص والدقة والإتقان هو المقياس الأول لماذا تقدم الأمم والدعامة القوية لنهضتها وسبقها وبه تباينة الأمم بين قوية تتقدم مراكب وتمضي في الطليعة وأخرى تلهس في إسرها مقتربة منها منقطعة عنها إن مصرنا الحبيبة أبنائي في حاجة ماسة إلى العمل الجاد المخلص من كل أبنائها في شتى المجالات لتمضي إلى غايتها السامية وتسعد بحياة كريمة وتحقق أملها في غد أسعد وأفضل لو نظرنا أبنائي إلى هذه الفقرة لو وجدنا أن هذه الفقرة تبين أن أي أمة تريد أن تتقدم لا بد أن تكون هذه الأمة أمة عاملة فالعمل مقياس تقدم الأمم لو نظرنا إلى كثير من دول العالم المتقدمة وخاصة دول جنوب شرق آسيا التي سمت وأطلقت على أنفسها دول النمور الأسيوية هذه الدول من الصين وتايلند واليابان هذه الدول تقدمت بسبب العمل فمقياس التقدم في هذه الدول هو العمل لكي تنهض الأمة وتكون الأمة أمة متقدمة تكون هذه الدولة دولة متقدمة لا بد أن يكون العمل هو الأساس الأول لدى هذه الدول ولدى هذه الدولة فلو أردنا يا ابنائي نضع سؤالا لهذه الفقرة ما المقياس الذي تتقدم عليه الدول أو ما المقياس لدى تقدم الدول أو على أي شيء نجعل هذه الدول من الدول المتقدمة الإجابة أبنائي واحدة لكل هذه الأسئلة فالمقياس الأول لدى تقدم الدول العمل المبني على العلم والتجربة الناضجة والإخلاص والدقة والإتقاد وهو المقياس الأول لدى تقدم الدول والدعامة القوية لنهضتها وسبقها ما فائدة إتقاد العمل على الفرد والمجتمع على المجال الصناعي والزراعي والتجاري لو نظرنا أبنائي لهذا السؤال لو وجدنا أن فائدة إتقان العمل على الفرد والمجتمع في المجالات الفنية صناعية زراعية تجارية أساس هذا الأمر هو غواج التجاري الداخلي والخارجي الذي ينتفع به الطبقة الكادحة وتوفيق فرص عمل للشباب تبني للدولة مهضتها وتقدمها أبنائي العزاء لو أردنا كذلك أن نضع سؤالا آخر علل حاجة مصر الماسة إلى العمل الجاد المخلص لماذا مصر كدولة تحتاج إلى العمل الجاد المخلص تحتاج إلى العمل الجاد المخلص لكي تحقق الغاية السامية التي تساعد على تحقيق حياة كريمة تحقق آمالها في غد أسعد وأفضل كأي دولة من دول العالم تسعى للعمل الجاد المخلص الذي يحقق لها أهدافها ويحقق لها حياة كريمة ويحقق لها غد أفضل وأسعد مما سبق بكده أبناي نكون بينا ووضحنا العمل وأهمية العمل وقيمة العمل في الحياة ولماذا يحتاج الإنسان إلى العمل وأنواع وكيف أن هذا العمل يكون هو أساس تقدم الدول وأساس النهوض بهذه الدول وأساس رفعة شأن الأمم كما تحقق هذا الأمر في كثير من دول العالم المتقدم وخاصة دول جنوب شرق آسيا التي تعتبر دول متقدمة بسبب العمل رغم أن العدد السكان في هذه الدول كثير جدا فاستغلت هذه الدول السروة السكانية والسروة البشرية وجعلتها دعامة أساسية لتحقيق التقدم فيها والنهوض بها بكده أبناء العزاء نكون قد وصلنا لنهاية علاقتنا بعد أن قمنا بشرح درس القراءة وهو قيمة العمل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم على موعد بلقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته